أنا أقول حسب رأيي الدولة تحمل مسؤوليتها في أن تضمنها أن شرع الله سبحانه وتعالى في العرض يطبق علش نمشي نبدل لنا القرآن؟ علش؟ علش تخرج و تبدأ تغوط لي للقرآن و نبدل للناس القرآني والناس القرآني غير صالح لكل زمان ومكان استغفر الله علش؟ و ربي خالقني و خالق الأرض بشمسها و جبالها و قمارها و سحبها و أمطارها و وديانها و حثانها و حشراتها و أشجارها و ورودها و بشارها و جنها و كل شي شو الخلق سبحانه وتعالى شخالق؟ و غدي الجنتا صحح ليه تقدر تصوب دبانا؟ ما تقدر تصوب دبانا؟ فكيف أنت تعجزك دبابة و تطلب ممن خلق الدبابة؟ أنا أرى بأنه العرت و شرع الله سبحانه وتعالى لا تطول عليه ما شرعه الله شرعه الله سبحانه وتعالى لله الأمر والعزة انتهى الكلام إحنا دولة إسلامية أقول هذا الكلام بمنطق أننا دولة إسلامية و أننا مسلمين ما نقول شك أنا خطاب آخر علش نقولك أنا خطاب آخر للسورد من الغرب ماشي مسلم من الغرب فرنسا ماشي مسلمة الإنجليز ماشي مسلمة أمريكان ماشي مسلمة علش بغيتيني نقولك خطابهم باش تصفق علي أو لا تعتبرهم من فازيح أنا مسلم أخوي أنا ضرب خطابي أنا بانتمعي أنا بهوية أنا الدينية ولا أكثر من الهوية والخطاب را 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 دين الدولة هو الإسلام فتخرج تقول يجب المساواة في الإرز وكأن الله أخطأ في تقسيم الإرز أبدا سغفر الله العظيم أبدا اللي خاصي يكون فالعود ما تخرج وتطالب بالمساواة في الإرز وفي العود ما تخرج وتقول لا للذكاري مثل حد الأنت ماشي للذكاري مثل حد الأنتيين أخو يخرج أقول بي أن الدولة تكون حامية لذلك الإرز ولي شرع الله وما قسم الله وما فصل الله بين الناس في الإرز هكا وأنا أرى الأمور هكا أن الدولة تكون حامية مثلا للذكاري مثل حد الأنتيين إلى وحد ذكار خده وحد النصيب وبين الحيف دياله وبين الظلم دياله وأنه قد يشرد أخوتاته تنصب الدولة مدافعة على حقي هذك الأنتيين ترجمة نانسي قنقر